بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا وطالباتنا يعطيكم ألف عافية جميعاً يا رب إن شاء الله تكونوا دائماً من المفدعين وتكونوا دائماً من الطلاب المتميزين والناجحين والمتفوقين والمكرمين بإذن الله تعالى اليوم بإذن الله تعالى طلاب وطالباتنا رح نختم تأسيس مادة اللغة العربية بإذن الله تعالى بهاي الحصة رح نتناول مجموعة الجزئيات الهامة جداً الخاصة بالإضافة درس الإضافة من الدروس صراحةً المهمة جداً اللي رح نتناوله لطلاب جيل 2007 بتوسعه كامل في وحدة كاملة بالنحر والصرف اسمها الإضافة أيضاً رح نتناوله في درس النداء فيما يتعلق بالإضافة لطلاب جيل 2007 أيضاً جيل 2008 هذا من الدروس الهامة جداً اللي رح تفيدنا في بعض الدروس المطلوبة مني في المادة وبإذن الله تعالى رح تكون بدايات سهلة طلابي طالبات إحنا بكل حصة حصة رقم ثلاث حطيت لك نكتشي في الإعراض في بعض الطلاب انتبهلها وبعض الطلاب انتبهلها حكيت عنها في بداية الحصة الرابعة في الحصة الرابعة أيضاً حطيت لك خطأ مقصود بدأشوفك هل أنت مصحصح ولا مش مصحصح ولا بتكتب وراي فبكل حصة في حصة بحط فيها خص ما بحط فيها بدي أشوف مين الطالب اللي بكون مصحصح معي 100% ومين الطالب اللي ما بكون مصحصح معي الحصة الماضية كان في عندي المثال هذا الدرس وسهلونه فهذا أنا أعرضت كيف بدي أشوف مين الطالب الصاحي عربت هذا على أنها اسم إشارة مبني في محل رفع الفاعل كتبت وكملت كتبت الدرس وبينت أصلاً وهي عربت على أنها يش بدل مرفوع وهي كمان عربت لك على أنها خبر مرفوع كملت الجملة وعادي ودنيا ولا كانوا فيه غلط ولا آخره بعض الطلاب مصحصحين صدقاً يعني أنا بسطت منهم من أي طالب كتب أستاذ أنه أنت يمكن غلطان أو إلى آخره أو أنه كتبت هاي بالغلط في بعض الطلاب مصحصحين ولا مبسوط منهم في بعض الطلاب بعثوا لي تلخيص الحصة فكر يا رجل احنا أخذنا الجملة الفعلية مش الفاعل الفاعل بكون مرفوع حكينا تمام بكون في فعل بالجملة طب وين الفعل طب إذا هاي فاعل طب وين الفعل تاها فبدأ نكون مصحصحين الله يرضال عليكم يعني أنا لما بدأ أكتب جملة لما بدأ أحط جملة في بداية كل درس في كل حصة بحطنك جملة نكشة أشوف أنت صاحي ولا مش صاحي الله يرضال عليكم يا طلابي ما في فعل فهنا هذا اسم إشارة مبني في إيش مبني في محرة فعل مبتدأ يا طلابي وليس في محرف فعل لأنه أصلا ما في عندي فعل بلجم يلا نجلى جملة الإضافة أهم نقطة فيما يتعلق بجملة الإضافة في عندي يا طلابي مضاف وفي عندي أيضا مضاف إلي هاي جملة الإضافة باللغة العربية في عندي مضاف في عندي مضاف إلي النقطة هامة جدا يا طلابي وطالباتي نقطة هامة جدا يا طلابي وطالباتي إنه أنا يا أستاذ معن فيما يتعلق بجملة الإضافة إنسالي إنه في عندي حرف جر اسم مجلول مضاف إلي هاي من الخطاء الشاعي كثير عند الطلابي فدائما فيما يتعلق بجملة الإضافة يا طلابي وطالباتي في المضاف والمضاف إلي بدأك تنتبه للنقاط الآن أول نقطة فيما يتعلق يا طلابي بالمضاف المضاف لازم يكون اسم نكرة يعني غير معرف المضاف أيضا لا يكون منونا ممنوع يكون منونا أيضا المضاف يا طلابي وطالباتي يعرب حسب موقعه في الجملة هاي فيما يتعلق بالإضافة إذن اسم نكرة هذا الاسم النكرة يا طلابي وطالباتي لا يكونوا منونا وبعرب أنا دائما حسب موقعه إيش حسب موقعه في الجملة تمام 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 طيب يا أستاذ معي نجي على إيه نجي الآن يا طلابي على المضاف إليه المضاف إليه اسم نكرة طلابي على المضاف إليه المضاف إليه ممكن يكون عندك اسم نكرة عادي جدا أو معرف بأل تمعرف سواء كان معرف بأل سواء كان اسم علم محمد محمود إلى آخره أيضا ممكن يكون منونا يعني منونا وغير منونا عادي جدا أيضا يعرف حسب موقعه المضاف إليه مجرور دائما المضاف إليه مجرور إيش مجرور دائما ويكونوا أحيانا ضمير بيجي ضمير متصل يكونوا ضميرا متصل هاي الأمور كبس إنه بشكل سريع إنه أنا يا طالبي طالبتي أقدر أميز ما بين المضاف وما بين المضاف إليه هاي النقاط الأساسية اسم نكرة لا يكونوا منونا بعرفوا دائما حسب موقع من الجملة المضاف إليه بدي يكون عندك اسم نكرة ممكن يكون معرفة ممكن يكون منونا ممكن ما يكون منونا بدي يكون دائما مجرور ويكون أيضا ضميرا متصل في بعض الحالة طيب ابني الاسم النكرة طلع بيقول لك المضاف والمضاف إليه في عندي اسم نكرة إجا وراء اسم معرفة الاسم النكرة اللي هو المضاف يعرب حسب موقعه في الجملة والاسم المعرف أو المعرف يعرب على أنه مضاف إليه مجرور تأخذ المثال نعرب الجملة كاملة كونه إحنا أخذنا كل إشي فيها قرأت كتابة النحوي فتطلع الجملة قرأت كتابة النحوي ما جاء الجملة اللي عندي في عندي الفعل قرأة هذا الفعل يا طلاب وطالباتي هو فعل ماضي فعل ماضي ماضي مبني على السكون طبعا اتصاله بالضمير فعل ماضي مبني على السكون تماما اتصل فيه التاء والتاء زي ما أخذناه هي من ضمائر إيش من ضمائر كوانينا وإحنا قلنا دائما يا طلاب وطالباتي إذا كان في عندي فعل هذا الفعل مع الضمير تاتو تي واو الجماعة ألف الاثنين نون النسوة ياء المخاطبة ناء الفاعل باعري بالضمير على أنه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ضمير متصل مبني في محل فاعل الكتاب أنا شو قرأت قرأت الكتاب فالكتاب شو باعري بها مفعول به منصوب شو باعربه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح وهو مضاح تماما تماما إذن مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتح تماما تمام بدا شوف مين الطالب الصاحي اللي ما كتب مين به هي أنا نبهتك بس أنت أكيد تتبك زي أنا عارف وعندي ثقة أنه في طلاب كثير كتبوه مفعول به بدي أرد أذكره كل ما يكون عندي إعراب إيش يسمى مفعول به بالله عليك ما تكتب مين به بهاي الصورة هاي غلط ما تكتب مين به بهاي الصورة هاي غلط يا طلاب وطالبات فهنا شو بدي أكتب لازم أكتب مفعول به منصوب ما تكتب مين به اختصار بالله عليك ما تكتبه في طلاب راح تكتب لك مين إليه والله غلط والله العظيم تخسر علامة حرام عليك إذن مفعول به منصوب علامة نصو يفتحوه مضاف والنحوي شو بعربها يا طلاب وطالباتي بعربها على أنها مضاف إليه إيش ماله يا طلابي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكستره إذن مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكستره كان في عندي اسم نكرة إيجا بعدي وإسم معرفة هذا الاسم المعرفي يا طلابي وطالباتي بدي أعرفه على أنه مضاف إليه مجرور دائما أي اسم نكرة إيجا بعدي وإسم معرفة الإسم النكرة بعرفه حسب ما موقع من الجملة فاعل مفعول به مبتدى إلى آخره والاسم المعرفة اللي بعديه يا طلابي وطالباتي بدي أعرفه على أنه مضاف إليه مجرور طيب لو كان عندي برهم وقاية درهم وقاية خير من قنطار علاج درهم وقاية خير من قنطار علاج باجعل جملة في عندي هون يا طلابي في عندي درهم اسم نكرة تمام في عندي درهم البارة عن ايش يا طلابي عن اسم نكرة تمام درهم اسم جاء في بداية الجملة فبعرب على انه ايش يا طلابي طالباتي بعرب على انه مبتدأ مرفوع اذا مبتدأ ايش ماله مرفوع تمام وعلامة رفعه الضم الظاهرة على اخره وهو مضح تمام طيب وقاية بجي اعربها على انها مضاف الى مجرور وعلامة جره شو هي يا طلابي وعلامة جره عاد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم وهو مضاف واللي بعدين بيكون دائما المضاف اللي هي مجرور خير المبتدأ شو بده بده خبر خبر المبتدأ طبعا مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم أو الضم تنوين الضم أو الضم خير من من اعرابها ايش هر جر قنطار اسم مجرور وعلامة جره الكفر علاج مضاف إلى مجرور وعلامة جره تنوين الكفر طبعا اسم مجرور وعلامة جره الكفر وهو مضاف اذا بتلاحظ في عندي هنا اسم نكرة غير منون اجي بعدين اسم نكرة منون تمام خنطار علاج نكرة مع نكرة منون لانه اصلا يا طلابي لو كان في عندي نكرة منون زائد نكرة منون بطل بتير عندي مضاف مضاف إليه تمام لما يكون عندي دائما باللغة العربية اسم نكرة منون رد اجي وراء اسم نكرة منون اشتريت مثلا طلع ترجيك كيف دسو الفرج كتابا هاي نكرة منون جديدا هاي النكرة المنون الثاني دائما نحط ليها حلقة بإذنك باعربها على أنها نعم اوص فدائما يا طلابي وطالباتي إذا كان في عندي اسم نكرة منون زائد اسم نكرة منون الاسم النكرة منون بده يكون دائما نصفها أصلا يا أستاذ معا ما في دات حكينا هاي ملاحظة لأنه احنا عارفين يا أستاذ وحكيتنا إياها في البداية إنه المضافة المضاف ممنوع كون منون يعني التنوين والإضافة لا يجتمعان يعني مستحيل يا طلابي وطالباتي كون في عندي مضاف منون ولا بأي صورة من الصور التنوين والإضافة لا يجتمعان مطلقا وأبدا يا طلابي وطالباتي هاي النقطة بديش إنه أنسها ممنوع المضاف يكون في التعريف ممنوع المضاف يا طلابي وطالباتي يكون في عليه تنوين طيب طلاب لما أخذنا الضمائر أخذنا من الضمائر في إيش اسمه ناهيكة لكن أخذناها مع فعل اليوم رح نأخذها مع اسمي إذا كانت عندي اسم أي اسم باللغة العربية إجا مع الضمير النا أو الها أو اليا أو الك يعني مجموعات بكلمة إيش يا طلابي بكلمة ناهيكة أي اسم يا طلابي وطالباتي مع الضمير ناهيكة مع الضمير ناهيكة الاسم بعربه حسب موقع من الجملة بالضمير ناهيكة إيش بعربه؟ بعربك الآتي على أنه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه إذن أي ضمير يتصل بالاسم بعربه على أنه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه أي ضمير يتصل بالاسم بعربه على أنه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه كتابك مفيد باجع الجملة باجع كلمتي أشهد الله بالكتاب اسم إجابة ذات الجملة فبعر بمكتبع مرفوع وعلامة رفعه الضمى وهو مضاف طيّر الاسم اللي هو كتاب إجابة ضمير الكاف والكاف أنا شو بدي أعربها بدي أعربها يا طلاب على أنها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إذن ضمير مستصل لم يتفي محل جر إيه في محل جر مضاف طب مفيد بأعربها على أنها خبر مرفوع وعلامة رفعه طلاب وطالبات تنوين إذن خبر مرفوع وعلامة رفعه طلاب وطالبات تنوين إيش تنوين تمام 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 يا أستاذي إذن كتاب مبتدأ مرفوع على مترفعه الضمى وهو مضاف والكاف ضمير متصل ممني في محل جر مضاف إليه أي اسم أي اسم يا طلابي أي اسم إذن هاي مثلا كلمة كتاب نقص كلمة كتاب خلا لو كانت كتابنا كتابه كتابي كتابك كتابكم كتابهما دائما الضمير أي اسم أي اسم ��ي Concetto يجي مع الضمير من هاي الضمائر وأصلا ممنوع يجي مع الاسم غير هاي الضمائر بتعرب هاي الضمائر على أنها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إلي ضمير مطلع طيب لو أخذنا مثال آآ الله مصلى الله سيدنا محمد وقتلك حضرة إلى الحسب مثلا الناجف أو الناجف تمام وقتلك أعرب لي الجملة راح تعرب لي أهزئي صف أول كيف يعربوا صف أول لأنه معطيتهم السين أو الأستاذ الفلاني إنه قاعدة قالت عندك حضرة حضرة فعل وهذا الفعلي الطلاب فعلون ماضي والفعل ماضي زي ما بنعرف دائما فعل ماضي إيش بده يكون فعل ماضي مبني هنا جاء مبني على شو على الفعل عائلة حرف جر تمامي تمامي الحفلي بينه بعد حرف الجر شو بدي يجي باللغة العربية أكيد راح يجي عندي اسم مجرور وعلامة جر هي طلاب وطالباتي الكفل هلأ طلاب متعودين دائما إنه حرف جر ورا حرف الجر يجي اسم مجرور ورا الاسم المجرور بيجي مضاف إليه هذا غلط مش صح يا طلابي أصلا ما أنا حكيت لك في عندي قاعدة شو بتحكي لك بتقول لك أسب نرجع لها أل التعريف والإضافة إيش مالهم لا يجتمعان أل التعريف المستحيل المضاف مش المضاف إليه ركز مستحيل المضاف يكون معرف بأل أبدا مستحيل يا طلابي وطالباتي إنه يكون مضاف معرف بأل التعريف فهذه النقطة بدأ نتابع نرجع للمثالنا إذن حضر إلى الحفلي اسم مجرور وعلامة جر الكفرة ما بقول له المضاف لأنه هاي معرفة طيب حضر إلى الحفل الناجح مين اللي حضر؟ الناجح عادي فالناجح شو بعرفها؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه يا طلابي وطالباتي الضمة الظاهرة على آخر اللي بوصل لك يا فكرة إنه عادي يا طلابي ممكن يجي فعل بعديه حرف جر بعديه اسم مجرور بعد الاسم المجرور يجي فاعل يجي مفعول به يجي ظرف زمان يجي ظرف مكان ما في عنده أي مشكلة لكن بدي أنتبه إلى نقطة مهمة جداً يا طلابي وطالباتي إنه ما بدي أخذ قاعدة حرف جر اسم مجرور ورا مضاف إليه ممكن يجي عندي حرف جر ورا اسم مجرور وبعدين مضاف إليه بس مش شرط أساسي باللغة العربية إنه دائماً بعد الاسم المجرور بدي يكون عندي مضاف إليه هلأ في كلمات مثلاً زي كلمة غير زي كلمة سوى زي كلمة قبل زي كلمة بعد مثلاً زي كلمة أمام خلف إلى آخرية هاي الظروف دائماً في اللغة العربية زي كلمة أيضاً كل زي كلمة كلا وكلتا إلى آخره هاي الكلمات إذا إجى بعديها اسم أو إجى بعديها يا طلابي ما ينوب منابل اسم اللي هو الضمير تمام؟ هذا الاسم أو الضمير هذول بيسموهم باللغة العربية هاي الجهة العليمين هاي بيسموها أسماء ملازمة للإضافة الاسم اللي بعديهم دائماً بعرضوا على أنه مضاف إليه شو ما له يا طلابي مضاف إليه مجرور فابدي أنتبه للنقطة هاي وللجزئية هاي يا طلابي وطالبات أيضاً زي ما حكينا هون ونبهنا عليها وأكدنا عليها اللي هو عندي يا طلابي طالبات المضاف لا يكون منوناً ولا معرفاً بألك تعريف طيب لو قلت الله وصل معلمون المدرسة أو حضر لاعبان الفريقين طيب لو قلت لك حضر لاعبان الفريق نفس الشيء لاعبان بعربها على أنها ساعة المرفوع وعلامة رفعه لألف لأنه مثنى وهو مضاف وهو مضاف والفريق بدي يعربها على أنها مضاف إليه مجرور وعلامة درعي لك لكن بدي أحكي لك نقطة النقطة هاي كثير هامة إنه هاي لازم تنحذف وهاي لازم تنحذف ليش يا أستاذ معني؟ في قاعدة شك تكيلة تحذف 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 نون مين يا أستاذ؟ تحذف نون المثنى ونون جمع المذكر السالم متى بحذف يا طلابي والطالباتي؟ تحذف نون المثنى ونون جمع المذكر السالم عند الإضافة فمن الأخطاء الشائعة إن أقولك مثلاً مررت هاي خطأ بمعلمين المدرسة هاي من الأخطاء الشائعة هذا يا طلابي الطالبات لازم أقول لك مررته بمعلمين المدرسة لأنه يجب أن تحذف نون المثنى أو نون جمع المذكر السالم متى يا طلابي عند الإضافة طيب طلابي وطالبات أود أكد على نقطة كتير هامة يا حبيل أول نقطة إنه أي طالب لسه مش منضم لقروبات الواتساب معانا يبعت لي اسمه الفرع تابعه أي جيل من أي جيل أنت 2007-2008 والمدرسة تحتك حتى أضيفك على جروبات الخاصة بمادة اللغة العربية اللي راح نبعث بإذن الله راح تكون في عندي امتحانات على التأسيس طبعت لي هون عشان نبعث لك بإذن الله الامتحانات الخاصة بالتأسيس تشوف وين المشكلة الى عندك ترجع تحضر التأسيس مرة ثانية طلابي راح نبلش إن شاء الله بالمادية بإذن الله راح نبعث estar telling راح نبلغ فيديوهات الخاصة بالمادية بعض الفيديوهات الخاصة بالمادة إن شاء الله على القروبات أيضا على قناتي على اليوتيوب ضروري كلكم تكونوا موجودين اكتب على اليوتيوب الأستاذ معنى الدقامسة ودخل على القناة الخاصة تاعتي رح نزلكم فيديوهات كثيرة بإذن الله تعالى بهيك طلابي طالباتي المبدعين والمبدعات العلماء والعالمات الأطباء والطبيبات المهندسين والمهندسات بإذن الله رح أشوفكم معلمين ومعلمات صناع قرار وصانعات بإذن الله تعالى طيارين وطيارات كل طالب بالحلم اللي يتمناه الذي بالحلم اللي يصبع إليه اللي بتمنى يشوف حاله هو فيه حلمي أكون اليوم طالب وبكرة شو أنا اللي بدأ فكر بهذا أنا اليوم طالب بس بكرة شو رح أكون هل رح أكون مهندس هل رح أكون طيار هل رح أكون طبيب هل رح أكون جنبي يخدم هذا الوطن يحرص هذا الوطن هل رح أكون مثلا وزير عادي خلي عندك طموح عالي خلي عندك إرادة خلي هل عندك هدف بحياتك؟ ما تكون إنسان فاشل، ما تخلي일ziehارسنة انسى العشر تنين وال Cornelse لماضيات شو كنت أنا بهمني اليوم؟ بهمني اليوم شو أنت؟ شو راح تكون؟ شو الخطة خلال السنة أو خلال السنتين الجايات بحياتك؟ هذول السنتين المصريين، السنة أو السنتين المقدامة بحياتك الآن، همو اللي بحددوا نشفك بالحياة؟ همو الليً بحددوا، إنت إيش futuristic؟ هل راح تكون إنسان ناجح؟ هل راح تكون إنسان فاشل؟ وأنا بإذن الله متفائل فيكم جميعا طلابي وطالباتي أنه كلكم رح تكونوا من الناجحين كلكم رح تكونوا من المبدعين والمتميزين فبإذن الله تعالى طلابي وطالباتي طالما أنتم معي رح تكونوا بإذن الله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى طبعا وبعد إرادتكم وبعد تصميمكم وبعد عزيمكم وبعد تعبكم وجهدكم غير المتفاني بإذن الله واثق رح تكونوا من المتميزين ورح تكونوا من المكرمين خليكم معنا طلابي وما تنسى تبعث لي على رقم الواتساب رب يوفقكم إن شاء الله وإلى لقاء قريب بأول حصة بإذن الله تعالى رح أخبركم فيها على القروب بإذن الله تتعلق بمادة اللغة العربية الحصة الأولى الأساسية بالمادة وليست حصة تأتيب رح نكون معكم خطوة خطوة لحتى نوصل للعلامة الكاملة بإذن الله تعالى شكرا